إن إحنا نبني عندها ما يسمى بالنولج بيس هل تقدر تطور بقى؟ يعني هل تقدر؟ هل هي هتكتفي بسؤال زي مهارتك قلته الطفل يعمل إيه فهتقولك يأكل كذا وكذا ويعمل كذا ولو ما عندوش فلوس يعمل كذا؟ ولا تزود وتقولك ويفضل للشخص ده أنه يلعب الرياضة الفلانية عشان الرياضة الفلانية دي هتحمسه؟ ولا لو ما عندوش المعلومات دي مش عارف يعملها؟ دي سؤال مهم جداً إحنا لحد موضوع النولج بيس هنا كنا إحنا اللي بنغزي الماشين بكمية المعلومات وهي بتقدر تشوف الباترن أو العلاقات بينهم ومبعض ابتدى يظهر من الزكاة الاصطناعي في بالضبط كده تمانينيات الكرن الماضي علم جديد اسمه الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة الناس بتقدروا يفكروا هل يطار الآلة أو الماشين ممكن تتعلم زي ما الإنسان بيتعلم؟ فلو إحنا جينا نشوف نفس الطفل اللي إحنا كنا بنعلمه ده وعايزين نعلمه مثلاً إزاي يفرق بين عربية وكرسي فبنبتل نعمل إيه؟ نجيب له صورة العربية نقول له دي عربية ونجيب له صورة كرسي نقول له دي كرسي لو حضرتك عرضت علي نموذج مختلف لعربية بشكل مختلف وسألتي إيه ده؟ هيقول لك عربية جبت له كرسي بشكل مختلف وقلت له ده إيه؟ هيقول لي ده كرسي فهنا العقل البشري بيقدر يتعلم من نموذج واحد يعني مجرد أن أنا عرضت علي نموذج واحد بس عشان علمته أن العربية لها أربع عجلات الكرسي لها أربع عجلين يعني حطت له الحاجات الأساسية من غير أنا ما أقول له على التفاصيل دي أنا مجرد ما وريته شكل الصورة هو بنى الشكل ده في ذهنه فهو خلاص بقى يعرف أن أي حاجة عندها الأربع عجلات وعجلة قيادة وأبواب دي اسمها عربية الكرسي بيبقى بالشكل ده فلما يجيله حتى باترن أو شكل مختلف تصميم ديزاين مختلف يعني مجردت له عربية فان مثلا أو كرسي مساج مثلا فهيبتدي يقول لي آه ده كرسي لكن الكمبيوتر مش كده الكمبيوتر عشان يتعلم لازم نبتدي نغذيه لو أنا جبت للكمبيوتر صورة كرسي واحد وصورة عربية واحدة وجيت ادت له شكل عربية مختلف مش هيتعلمها فعشان الكمبيوتر يتعلم لازم نغذيه بكمية كبيرة جدا من البيانات بالديتا من البيانات مين اللي بيغذوا برضو بالزبط بس هنا هنتطرق لنقطة أخرى بس بعد ما أوضح البوينت دي لما بغذي أنا الكمبيوتر بكمية ديتا يبقى أنا عشان أعمل ماشين ليرنج أو عشان الماشين تتعلم لازم ديتا فعشان كده علم الماشين ليرنج ده موجود من التمانينات ولكنه كان حبيس الأضراب ليه؟ لأن احنا في الفترة دي ما كانش عندنا كمية بيانات كتيرة نقدر أن احنا نغذي بيها الماشينز كان كمان عشان يبقى عندنا كمية بيانات محتاجين مساحات تخزينية كبيرة نخزن عليها البيانات دي وكان مساحات الهارد ديسك في الفترة دي كانت محدودة جدا سرعات الإنترنت كانت قليلة جدا مع بداية الألفية الجديدة ابتدت الإنترنت يبقى موجود بسرعات كبيرة كمان محتاجين بروسسينج باور عشان يشتغل على كمية ديتا كتير جدا فمحتاج بروسسينج باور عنيفة أو سوبركمبيوتر فمع بداية الألفية الجديدة ما ابتدت تظهر وسائل التواصل الاجتماعي وابتدى يظهر الإنترنت بسرعات كبيرة فلص دو ياخدوا معلومات من دينا المشاكل يتحلت فابتدى العلم ده يخرج من الدرج مرة تانية وابتدى تظهر تطبيقاته اللي احنا دلوقتي بقينا بنلمس التطبيقات دي في حياتنا فابتدى الماشين ليرنينج يظهر لي الصورة مرة تانية فعشان انا اعلم الماشين بحتاجة غزية بكمية كبيرة من البيانات فسهل جدا ان انا اجيب صور كتير جدا لأشكال مختلفة للعربية واقول للكمبيوتر ده عربية واجيب صور مختلفة جدا لكرسي واقول له ده كرسي فهو بعد كده يقدر يفرق لو انا حتى اديت له باترن أو أشكال مش موجودة فدي الطريقة اللي احنا بنعمل بها اميتيشن أو محاكاة للعقل البشر طب نصعب التسك شوية لو انا جيت اقول لحضرتك النهار ده احنا عايزين نعلم الولد ده اللغة الانجليزية مثلا فعشان اعلمه اللغة احنا لحد دلوقتي الطفل كان بيتعلم بصورة واحدة ايه في حين الكمبيوتر كنت بديله مئات الالاف من الصور عشان يقدر ان هو يتعلم ويشوف الباترن فلو انا جيت اعلم الطفل لغة عشان اتعلم اللغة محتاج يبقى عندي مفردات كتير فمحتاج اديله امثلة لكلمات كتيرة جدا وما يقابلها بيه اللغة العربية يعني بقوله ان اللغة صباح الخير مثلا معناها جود موردين وهاكذا فبتدي اعلمه فالطفل كل ما تزداد حصلته اللغوية كل ما يبقى تعبيراته او يقدر ان هو يتحدث باللغة دي بطلاقة فانا هنا محتاج امثلة كتيرة جدا ادرب عليها الطفل فهحتاج قد ايه عشان ادرب المشين كمية بيانات كبيرة جدا فا يطور